قال رئيس تونسي قيس سعيد خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلة بودن إن الانتخابات البرلمانية لن تجرى خلال الشهور الثلاثة المقبلة وأعرى باس عيد عن استغرابه من الخطاب حول ضرورة إجراء انتخابات تشريعية في غضون ثلاثة أشهر بعد إعلان حل مجلس النواب لن نتركهم أبدا يصلون إلى هذا وبالأمس يتحدثون عن ثلاثة أشهر للانتخابات وكأن الأمر يتعلق بالانتخابات وفق الفصل التاسع والثمانين لا أعلم من أين أتوا بهذه الفتوى ومن نصب نفسه مفتيا للديارة التونسية في القانون الدستوري نحن نتحدث عن دولة وعن استقلالها وعن استمراريتها لا أن نتحدث عن موعد الانتخابات تم الأعلان